السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروة من مطبخ مروة والنهاردة هنعمل مع بعض الكبات الامر دي كبات الديس بسيطة بجده طريقتها سهلة وبسيطة جدا وكمية الكبات الحلوة وفيه كمان اكتر منها معمول بمقادير ومكونات بسيطة جدا وعندنا في البيت هنعملها بطريقة سهلة جدا احلى من المحلات بكتير بكتير بصوا جمال الطبقات و جمال شكل القب بجد جميل جدا طريقتها سهلة وبسيطة جدا والكيك بتاعها جوسي وطعمه جميل اوي اوي بجد قبات حلوة جدا وتنفع لمشاريع الاولاين حلوة اوي اوي تعالوا يلا نشوف الكبات الحلوة دي تعملناها ازاي وطريقتها ايه وايه المقادير قبل ما نخش الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير اول حاجة عندي هنا في الخلاطة مش هنحتاج بقى لعجان ولا مضرب ولا اي حاجة من دي في الخلاط حطت بضايا واحدة وحطت فانيليا وحط عليها كباية الي ربع لبن وهحط عليها كباية تسكر كباية الربع لبن وهحط عليها كباية تسكر وهى كباية تسكر antenna وه ضورhan نضع صغيرا من النسكف سليع الزاعان او معلقة صغيرة من النسكف سليع الزاعان وحط معلقة كبيرة خل دي كل jeans كل المكونات بتاع الكيك بتاعنا الناردة واحط ربع كبية زيت يبقى نقول تاني بضاية كبية سكر كبية اللي ربع لبن ربع كبية زيت معلقة خلم معلقة صغيرة فانيليا آآ هنحط كمان بكت نسكة فيه سريع الزوابان او آآ معلقة صغيرة مع نسكة فيه سريع الزوابان اي نسكة اي نوع بتحبيه بقى كل المكونات دي واقلتها في القلط حلو جدا لغاية لما السكر يضب خلص فيه طبقتين بقى هحط كبيتين دي كبيتين اللي بص انا منقصت من الكبية التانية وا هكملها كاكيو يعني كبيتين يعني مسلا ربع كبية ولا تلت الكبية كاكيو وحطيت معلقة كبيرة مليانة بيكنج بودر او باكت بيكنج بودر وقلبهم مع بعض وهنزل عليهم بالخليط اللي احنا ضربناه مع بعض لغاية لما الكيكي متزك كده مع بعضه مقباش فيه دقيق خالص هكون عندي بقى غالية مية مغلية نص كبية مية مغلية مغلية بص سوقنا ازاي? وهنزل على طول على الكيك بيها وهقلب ما تخافيش خالص بجدة هتخليها هشة وطرية جدا جدا. يبقى حطينا كبيتين الا يعني الا تلت كده او الا ربع دقيق وكملناهم آآ كاكيو وحطينا معلقة كبيرة بيكنج بودر او باكت بيكنج بودر وهنزل في الخليط ده كله في صوق تلاتين في اربعين مفروش بورقة زبدة وهعملوا فيها يعني وهدخل الفرن على درجة حرارة عالية على درجة حرارة عندك في الفرن بياخد عشر دقيق وبطلعه وبقلبه كده على حاجة وبسيبه بقى ايه يبرد وبعد اما يبرد بنبتدي ناخد مقاس القب نفسه بالقب كده بنقيس وبناخد المقاس بنقسمها مسلسات زي ما انتم شايفين بصو الكيك هش جدا ومفرغ وبجد طاري جدا وجميل بط المسلسات دي تقدروا تشتروها من اي حد بتاع خامات يعني ببيع مستلزمات الحلواني ببيع اللي هي ادوات تغليف اهول كب زي ما احنا شايفين كده عملنا فيه برضو تشيز كيك قبل كده بصو بقى الكيك بجد الكيك كان هش جدا وطاري وجميل بطريقة يعني فضيع يعني فضيع فضيع طبعا يعني يا دوبك كنت انا يا دوبك سبته هادة بس علشان كنت مستعجلة بصو الكيك بصو طاري ازاي وبصو ارتفاعه كمان بصو الكيك مفرق وجميل جدا اهو بقسمه كده زي ما ناقسته بالقب كده واعملهم كلهم بقى بنفس الطريقة الكيك بجد يعني رائع يعني تكليه كده تحسي ان هو سفنجي الكيك حلو جدا طريقة دي حلوة جدا ونجحة والمية المغلية بتخلي الكيك هش جدا جدا فوق ما تتخيله زي ما احنا شايفين كده بقى هحط كل يعني اقطع كله بقى واحطه في الكبات زي ما احنا شايفين حتى البوية اللي بتطلع برضو هنعطع في الكبات زي كده هخلص كل بقى الكيك اللي عندي يعني عمالي كام كب عمالي تمنتاشر كب انا كان مطلوب مني اليوم دوات عشر كبات بس والتمانية طلعتهم فقري هنا بقى حطيت لبن حطيت نص كيلو لبن وحطيت علي سكر يعني حطيت مثلا اربع معلق سكر كده وضربتهم حلو مع بعض لغاية لما السكر مع اللبن ده بشوية وبعد كده نزلت عليه بكباية ونص كريم شمتي ومعلقتين كده كاكاو وضربتهم مع بعض حلو جدا لغاية لما ايه امتزجوا مع بعض هنا بقى ده اللي انا بس ايبيه ده الخليط اللي بس ايبيه ده لبن لبن ومحطوط عليه شوكولوطة جناس شوكولوطة يعني لبن ومحطوط عليه جناس شوكولوطة مش 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 شربات ولا اي حاجة ولا مية آآ بس ايباقة باللبن كده بغرق الكيك باللبن لغاية لما الكيك احسوا ان هو يعني شرب لبن كده بحسوا ان هو طري جدا آآ لبن وبقلبه بمعلقتين جنيش وبحطه كده في الحاجة اللي بس ايبيه وبس ايبيه الكيك وبعد كده بحط طبقة من الكريمة اللي احنا عملنيها وبسويها كويس جدا كده بالمعلقة بحيس ان هي تبقى متساوية هيبقى القب بتاعنا شكله نضيف وبعد كده هدخلهم التلاجة انا دخلتهم الفليتر صراحة عشان يشدوا بسرعة عشان اقدر احط عليهم جناش الشوكولاتة ده جناش شوكولاتة عادي خالص حطيته في كورنيه كده وابتديت تسياحه ايه على وش الكبات وعملتهم كده خلاص آآ سويت بقى الكبات بتاعتي كلها طبعا انا بوريكم في حبه والباقي ورايا يعني الباقي هسه في التلاجة فهاخده حبه حبه اهو خلصت هنا بقى حطيت كده في آآ في كورنيه ببلبلة صغيرة زي بتاعت البيديفور اللي هي بتاعت ما كان البيديفور ده حطيت بقى مربة حليب كده وابتديت آآ زين بيها زي ما انتم شايفين كده عملت بيها روزيتات عملت بيها زيجزاج وبتديت اسياح شوكولاتة وعملتها في مولدات اللي هي اللي قدامكو دي تصبيت شوكولاتات في مولدات وزينت بيها قلوب بقى من اللي هي الكريزب ديت حطيت كان دي حطيت فلوتس كده وعملت عليها زيجزاج بمربة الحليب حطيت وحدات من الكورنيه حطيت كريزب يعني ايه زي انتم بتزيين آآ شكل وشيك كده وحلو اهو زي ما احنا شايفين كده طبعا اكتر الناس بتحب مربة الحليب في الجزب بسيتو هنا حطيت كده كم علاقة شوكولاتة برضو عملت عليهم زيجزاج كل ده تنامس هي حافل مولدات وزي انتهى بشوكولاتات يعني زي ما احنا شايفين كده آآ وحاجات تكسر اللون عشان يبقى شكل القف بشيك وحلو آآ وكان دي طريقة التزيين بتاعتي طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة والقف بيه بقى شيك وحلو جدا زي ما بسيطة وتقدروا تنفذوها تقدروا تعملوا منها مشاريع مربحة وحلوة جدا وسهلة وطعمها كمان جميل يارب يكون الطريقة عجبتكم لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش بقى تعملولي لايك وشيروا سبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته